اشتركوا في القناة وضعته في المركز الثامن بما ظل الاهلي على الرصيد السابق ب11 نقطة متراجعا للمركز التاسع في المقابل تغلب فريق ستر على البساتين بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استادي مدينة خليفة الرياضية ليرفع بذلك ستر رصيده الى 14 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد البساتين عند 16 نقطة في المركز الرابع الاتحاد البحريني لألعاب القوى تصدر جدول الميداليات للإنجازات الرياضية المحلية في العام الماضي وذلك بعد الجهد الكبير والمستوى الرفيع الذي قدمه اللاعبون في عام 2015 تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي موسيقى رياضة أم الألعاب تصدر جدول الميداليات للإنجازات الرياضية المحلية في عام 2015 لتكون في طليعة الألعاب الرياضية التي عززت مكانة البحرين في المجال الرياضي وذلك بدعم من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى فقد حقق الاتحاد 79 ميدالية متنوعة بينها 34 ميدالية ذهبية و24 ميدالية فضية و21 ميدالية برونزية إذ تمكن الاتحاد من الوصول إلى إنجازات غير مسبوقة أبرزها الميدالية الذهبية للعداء سلوى عبد الناصر بسباق 400 متر وفضية العداء دليل عبد القادر بسباق 1500 متر في بطولة العالم للناشئين التي استضافتها كولومبيا بالإضافة إلى خطف منتخب البحرين للرجال برونزية بطولة العالم لاختراق الضحية وعلى المستوى العربي تمكن منتخبنا من الحصول على المركز الأول في البطولة العربية التاسعة عشر لألعاب القوى التي نظمتها مملكة البحرين في شهر إبريل الماضي وعلى المستوى العربي تمكن منتخبنا من الحصول على المركز الأول في البطولة العربية التاسعة عشر لألعاب القوى التي نظمتها مملكة البحرين عندما خطف عداؤنا 12 ذهبية وتسع فضيات وعشر برونزيات ولابد أن نذكر تآهل 23 لعبا إلى بطولة العلم لألعاب القوى التي ستقام في الصين والذي يعتبر إنجازا جديد يضاف إلى مملكة البحرين كل هذه الإنجازات والميداليات الملونة التي حققها لعبين ولاعبات البحرين تعتبر تحدي جديد لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات وهو مؤصلة مسيرة المكتسامات